بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسعلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم التغيرات والجديد في تحديث ويندوز 11 الجديد الفرجان 22635.3566 والمتوفر الآن لجميع مستخدمين نسخة ويندوز 11 بيتا للفرجان 23 اتش اتنين من الواضح أن مايكروسوفت مركزة مع تحديثات أو إضافة بعض التغيرات والميزات الجديدة بشكل مستمر لويندوز 11 بيتا تمهيدا لتحديث المومنت القادم قريبا جدا لويندوز 11 الإصدار المستقر وكالعادة الميزات أو التغيرات اللي بتتوفر للبيتا هي الميزات اللي بيتم اختبارها وتحضرها عشان بعد ذلك تضاف لويندوز 11 المستقر في التحديثات الربع السنوية أيضا أي ميزات أننا نستعرضها في هذا الفيديو ولم تتوفر عندك بعد هذا التحديث فيكون عندك أسفل هذا الفيديو فيديو آخر لطريق التمكين الميزات بالإضافة إلى إضافة الأكواد الجديدة لأي ميزات جديدة يعني هذا الفيديو أي ميزات جديدة أننا بنستعرضها وهتتوفر بشكل تدريجي تقدر أنك ترجع ليه في أي وقت وهتلاقيني أضاف طريق الأكواد الجديدة للميزات الجديدة تقدر بنفس الطريقة اللي استعرضنا في هذا الفيديو أنك تمكن هذه الميزات وهتلاقي الاقواد الجديدة للميزات الجديدة مضافة اولا او بالنسبة لهذا التحديث الجديد اتنين وعشرين الف ستمائة خمسة وتلاتين ضد خمسة وتلاتين ستة وستين فتضمن بعض الميزات والتغيرات الجديدة اولا مايكروسوفت توفر للجميع ميزة سحب الملفات وافلاتها باستخدام الماوس بين مسارات التنقل في شريط عنوين الفايل او مستكشف الملفات رغم ان هذه الميزة مش جديدة او مش حصرية لهذا التحديث الا انها كانت توفرت قبل كده في بعض التحديثات ولكن مايكروسوفت كانت توفرتها بشكل تدريجي ففي هذا التحديث توفرت للجميع طبعا تقدر انك تساعد مع هذه الميزة او طريقة عمل هذه الميزة بكل بساطة وانك موجود داخل مستكشف الملفات بين مسارات مستكشف الملفات مثلا في مجلد بعد ذلك في مجلد اخر وما الى ذلك هنا في شريط العنوين دي بتكون المسارات كل بساطة اي ملف موجود عندك ايا كانت المسارات اللي مفتوحة عندك في شريط العنوين فبتقدر انك عن طريق السحب والافلات باستخدام الماوس انك تنقلها الى هذا المسار يعني مسلا عن سبيل مسالكو ان في هذا المجلد دلوقتي لو رجعت الى مسار او مجلد فهلاقي ان الصورة تم نقلها في هذا المسار فطبعا دي ميزة مهمة جدا لتسريع عملية نقل الملفات دون الحاجة الى نسخ الملف بعد ذلك البحث عن المجلد او التوجه الى المسارات ونقل الملفات سحب وافلات ويتم نقل الملفات نعم ايضا تم اضافة ميزة جديدة مهمة لمستكشف الملفات ميزة تكرار علامات التبويب دلوقتي بعد ازا التحديث على سبيل المثال لو انك موجود في علامة تبويب معينة او في صفحة مستكشف ملفات معينة محتاج انك تكرر هذه الصفحة تفتح صفحتين من نفس هذه الصفحة فبكل بساطة كليك مين عليها على شريط العنوين من الاعلى او على رأس هذه الصفحة وتلاقي ان تم اضافة خارجين الديبليكيت تاب تكرار هذه الصفحة مجرد الضغط عليه مباشرة انا افتح لك صفحة جديدة من نفس هذه الصفحة ايضا تضيف مايكروسوفت التغير جديد على شريط المهام بالنسبة لمن لديهم ايكونة الكوبايلوت تم نقلها على الديمين كانت مايكروسوفت قبل كده او بعد اضافة هذه الميزة اخفت زر اظهار سطح المكتب بيكون فيها ايكونة هنا بسيطة مخفية في زاوية شريط المهام بتضغط عليها بتظهر معاك سطح المكتب تشو ديسكي توب في هذا التحديث في مايكروسوفت عادت هذا الخيار تلقائيا او افتراضيا هيكون موجود عندك بعد ما كان قد تم تقطيله طبعا تقدر تتحكم في هذا الخيار من خلال كليك يمين على شريط المهام بعد ذلك التاسكي بار سيتنجز ثم بعد ذلك التاسكي بار وهتلاقي عندك هذا الخيار سليكت زافور كورنر اوف زات تاسكي بار هذا الخيار هو المسؤول عن اظهار او اخفاء ايكونة التشو ديسكي توب اللي بتكون موجودة لو عايز تضيفه فبتحدد هذا الخيار لو عايز تخفيه فبتشيل هذا الخيار لكن هذا الخيار مهم لان من خلاله بتقدر انك تضغط عليه فبيظهر معك سطح المكتب وضغطة اخرى بيرجعك للصفحة لانك كنت موجود فيها ايضا بالنسبة لقائمة ابدأ في قسم كل التطبيقات طبعا كان هذا القسم بيعرض التطبيقات رأسيا استعرضنا هذا الامر في التعادسات السابقة ان مايكروسوفت اضافت تغير جديد على هذا القسم اصبحت التطبيقات بتعرض بشكل شبكة وكانت هذه التطبيقات كلها بتكون على بعضها بدون اي فاصل وكانت المجلدات للتطبيقات او لوظائف الويندوز مش بتظهر لكن في هذا التحديث اضافت مايكروسوفت مرة اخرى او اعادة المجلدات مرة اخرى مما يعني ان مايكروسوفت بتعمل على هذا القسم او بتضيف لي في كل التحديث تغيرات جديدة لتحسين هذا القسم ايضا توسع مايكروسوفت في هذا التحديث دعم انشاء تنصيقات الملفات المضغوطة من قائمة كليك ايمين طبعا لمن لا يعرف ان مايكروسوفت في تحديث ويندوز حداشر السابق تلاتة وعشر اتش اتش اتنين كانت اضافت القدرة او دعم التعامل مع تنصيقات الملفات المضغوطة فك ضغطها او فتحها ولكن كان مش بيكون عندك القدرة من ضغط الملفات غير بتنصيق الزيب فقط لكن مايكروسوفت اضافت في هذا التحديث من خلال قائمة كليك ايمين دعم اخر لانشاء ملفات مضغوطة بتنصيقات مختلفة زي الزيب ده كان التنصيق الوحيد المتاح قبل كده ولكن اضافت ايضا السيفن زد او السيفن زيب والتي اي ار ومن خلال الخيارات الاضافية تقدر انك تتحكم في طريقة الضغط او مستوى عملية الضغط انك تحدد المسار اللي يتم حفظ فيه الملف نوع عملية الضغط وطريقة عملية الضغط ومستوى عملية الضغط فطبعا دي ميزات مهمة جدا او من المسير للاهتمام ان من خلال الويندوز دون الحاجة الى برامج خارجية تقدر انك تتعامل مع الملفات المضغوطة تفتحها او تفكي ضغطها او تضغطها بتنصيقات مختلفة وبكده نكون استعرضنا لحظاتكم كل التغيرات او ابرز الميزات والتغيرات التي جاءت في هذا التحديث فما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته